يوم رح تحكي عن موضوع شائع بشكل كتير كبير عصر الهضم الوظيفي ويمكن بشهر رمضان بيكتر بشكل كتير كبير هو أساساً بيعطيكي شعور بعدم الراحة يمكن بعض الخطوات اللي ممكن نضوي عليها كيفينا نخفف من ألم هيدا الشعور وبعض ممكن الأخطاء الصحية اللي بي نكون فيها ممكن نتجاهل شوي أو نبعد عنها لنقدر فعلياً نكون بصحة سليمة صحيح نور وحسب الأحصائيات الأخيرة يعني عصر الهضم الوظيفي تقريباً منتشر بين 7 إلى 25% من الأشخاص بالعالم وهي مشكلة هضمية أكثر شيوعاً ويمكن بتزيد عن دعوات خلال شهر رمضان المبارك بسبب اختلال النظام الغذائي بشكل عام لأنه كتير ناس بتعتمد وجبة واحدة في الطعام ما بتقدر تقسم أو ما بتعرف تعمل نظام تقسيم الوجبات من بعد الأفطار لهيك اليوم رح نحكي بتفاصيل أكثر عن هاي المشكلة وطرق العلاج وكيفية يعني بعض الحلول لبعض الناس اللي لسه تقدر تعمل هذا النظام الغذائي الصحيح في شهر رمضان المبارك كلها تفاصيل رح يطلان عليها ضيفنا بالستوديو الدكتور نصر نصر الدين وهو اختصاصي للهضمية وهو أيضاً رئيس الجمعية السورية الهضمية يسال صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك يسال صباحك يسال صباحك هيدا المرض شائع بشكل كثير كبير وبيكتر بشهر رمضان المبارك بسبب الأخطاء أساساً اللي بنوطع فيها لغير صحية بس قبل ما نفوض بتفاصيله وكيفية التعامل معه خلينا نعرف شوي شوه أسر الهضم الوظيفي أول شي صباح خير سالمة صباح خير مول ومن خلالك نوجه تحيه الاخباري السوري من خلال الاخباري السوري سمحو لي وجه تحيه العموم الأخوي المجاهدين بمناسبة هلق شهر رمضان المبارك وقرب عيد الفطر السعيد وكمان عيد الفصحة المجيد نقول لكل ناس كل سنة وأنتوا سالمين شايفين الجو الله يبعط الخير الله يبعط خير يا عزيز يكون إن شاء الله رمضان القادم بيحمل لبلدنا الحبيب سوريا كل الخير والمحبة والسلام إن شاء الله لو جينا للموضوع شكرا على المقدمة المقدمة جميلي العصر الهضم شائع ومثل ما قلت حضرت مش رس 7-25% ربع لثلث الناس مروا بوقت من الأوقات بعصر الهضم فهو الموضوع شائع كتير ومنواجه وخصوصا بشهر رمضان بسبب تبديل النمط للتعريف والتبصير عصر الهضم هو شعور بعدم الإردية أو الانزعاج بالقسم العلوي من البطن بالقسم العلوي يعزوه أغلب الناس للطعام هذا عصر الهضم اللي نسمي عصر الهضم الموضوع الوضيفي نشرح عنا بس أصر الهضم شيء يسمي عدم الارتياح وليس ألم حقيقي إنه علاق بيقول لك المريض أنا عم بأكل مليام بطني ماني مرتاح صحيح؟ ماني مرتاح عم بحس بطني عم بتمدد في نفقة في جوشاءات عدم الارتياح بالبطن هلاك الوضيفي في عنا عصر هضم غير وضيفي أو عضوي بسبب أمراض عضوية من ضمن مثلاً القرحة التعاب المعدي الباقي القلسي بعض الأورام بالجهاز الهضمي بعض الأدمي في أسباب بتسوي عصر هضم غير وضيفي الوضيفي بيكون ما في نأسف يعني التبسيط كمان للأخوة المشاهدين شو الفرق بين الوضيفي والعضوي لو جينا أستاذ مدرسي عط وظيفي لطلابه فيه اثنين من الطلاب ما إجوا بين الوضيفي الأول ما كتب الوضيفي لأنه ييده اليمين اللي بيتكتب الوضيفي فيها مكسورة هذا عنده خلل عضوي فيه مرض منعوا من كتاب الوضيفي هذا المسميه عضوي بس فيه طالب تاني ما كتب الوضيفي وما عنده أي مبرر ما عنده سبب ولو فيه خلل هذا ما قام بوضيفته فعصر الهضم الوضيفي لما نستبعد كل الأسباب الثانية العضوية منقول هذا عصر هضم الوضيفي دكتور بما أننا نحكي عن الأسباب خلينا نحكي شوي يمكن اليوم في كتير أشخاص منقول هدول أكثر عرضة للإصابة مثلا بعصر الهضم الوضيفي يمكن في ناس إلا ما تمرقوا معا ممكن نقولوا مرة تخبيصة أكل عدم التزام ولكن في ناس دائما معرضين لهذا النوع من هنين وشو السبب الرئيسي للإصابة فيه هلأ يكتر عصر الهضم الوضيفي عادة عنده جكور أكثر ويتقدم مع تقدم العمر يعني عند الجكور المسنين واللي عندهم مثل منقول وحدي اللي وحبين مثلا أرمل أو أعزب أو نشوفه أكثر عنده طبيعة الشخصية بيرتبط بالحالة النفسية شوي نعم له دور تماما شخصية قلقة عصابية بتكون ورغم إنه كل المرضى بيعزوا أسر الهضم للطعام دراسات كثيرة دراسات كثيرة من أنواع الأطعمة منها وحمود الدسمة طويلة السلسل اللي بتأخر إفراغ المقادي ما كان في عنا شي واضح بهالموضوع ورغم هيتي فيه أكلات معينة بتكون لبعض الأشخاص مش لكل الناس يعني أشخاص هيك أشخاص هيك من منعهم عنه البس يأكلوها بتلاقي إنه تلبكت تلبكت جهاز هضمي وشعروا بهالأعراض اللي هي بتكون مزعجة ومقلقة يعني ما بتخلي نوعية الحياة بتكون مزعجة وليس ألم حقيقي عشان هيك من هون من ندخل على كيف بدنا نعمل العلاج ببطل حمل وبطل العلاج يعني حكيت بعض التفاصيل مهمة اليوم لما نحكي عن عصر الهضم الوظيفي اللي هو مش ألم هو عدم إرتياح فهيك بتشابه مع بعض الأمراض أو الإضطرابات الأخرى شو المؤشر اللي أنا بدي أقول إنه هيدا الشقص عنده عصر وظيفي قبل ما أخذ بالعلاج شامسي في اختلاقات يعني أحنا بيلك تشنج بالمعدة أو قولون أو مثلا عندي مشكلة بالأمعة لا بنقول هيدا عنده عصر هضم وظيفي فعليا في عدة مؤشرات فينا نصلة تبدو عليها تماما هلق يفترض حكينا الموضوع قبل بربو عليكي العلاج بالآخر تشخيص هو المهم آآ متل ما قلت دوما بينبني التشخيص على شي نسميه التشخيص التفريقي آآ بالنسبة لعصر الهضم الوظيفي يقوم التشخيص على استبعاد الأمور الأخرى يوجد استبعاد كل الأمور الأخرى متحسد هي انه مثلا منه مرتاح يعني عنده عدم راحة بأعلى البطن من قول نعم هلق متل ما حكيت ببداية التعريف انه عصر الهضم هو عدم ارتياح بالقسم الأعلى من البطن هل هذا يشخص دوما عصر الهضم الوظيفي؟ لا طبعا في عنا عمراض كثيرة من ضمنها مثلا القرحات وهضم يتساوي عصر هضم نسميه قرحي في عنا مثلا عصر هضم بسبب كلهم العصر بي ممكن يكون من هاي الأمراض؟ اي طبعا هاي اللي عم نحكيه يجب استبعاد الأمراض الأخرى مثلا بعض الأورام اللي بتكون بالمادي او بالاثنى عشرة او بالبنكرياس ممكن انه تساوي هالس الشعور بتقل الأدوية اللي بيستخدمها بعض الأشخاص بيستخدموا أدوية مثلا في أدوية شاعة مثل الأسجرين مثلا في بعض الناس بتناولوا الفخول في بعض أمراض مثل الباق السكتري منشوف عندهم بعض الأمراض القلبية أحيانا بتسوينا هالشكل من عصر الهضم في ناس بتاخد فيل المعدة كمان بتأثر؟ يعني في ناس مثلا تلاقيه بشكل روسيني بتاخد دول المعدة ولا ما العلاقة؟ اسمحيلي لا اكمل بس الفترة يجد إذا شخصنا عصر الهضم وظيفي أن نستبعد كل الأمور العضوية يعني يقوم التشخيص على استبعاد كل الأمور العضوية ويعني يقوم ذلك بالفحص باخد قصة سببية واضحة بعدين الفحص وبعدين إجراء بعض إجراءات التحاليل المخبرية ممكن نساوي تصوير إيه كل استبعاد مثلا الكتل والأورام واضطرابات الكبد خلل الحصيات المرارة أو ما شاء وبالإضافة لذلك ممكن من نساوي تنظير هضم علوي لنستبعد الكتل والأورام وحيانا ناخذ خزعات لما ننفي كل الأمور اللي هي نسميها عضوية نقول هذا عنا عصر هضم وضيفي فأصبح التشخيص يقوم بنفي الأسباب لهم بالنسبة للسؤال اللي حضرتك حكتين اللي هو حبة كناية المادي اللي استعملوها كل الناس كثير شاكمتني هلأ استعمال خاطئ وهذا يجب تميه إلو بشكل مني سابقا مرت فترة كنا نقول إنه هذا الدواء ما إلو تأثيرات جانبية وممكن استخدامه لفترة طويلة لكن اللي صاروها تماما طبعا بال2007 عملوا دراسي باليابان بعدين ثبتت الأمور بعد 2016 بعد الدراسات إنه هذا الدواء اللي يسموه حماية المادي استعماله المديد ولفترات طويلة إلو تأثيرات جانبية من أهم أنه بيزيد نقص التروية القلبية وروط الاحتشاءات بيزيد الألزهايمت، الديمنشيا بيزيد الإصابة الكلوية، بيزيد تخالف العظم فأسباب الكيري سيئة مشان هيك ما بنصح حدا أبدا ياخده إلا بيشرف طبي وفي حالات إنه نحتاج إنه نعطي فترة طويلة يجب أن تكون بيشرف طبي حتى يستطيع الطبيب يعترمامج ويخفض الدواء بشكل تدريجي ومنوصل لشي نسميه باللغة التوبية يعني الجرعة الداعمة ممكن نبنى على حبي مثلا أسبوعيا أما بشكل يوم ولا فترات طويلة طبعا بيحمل خطورة وهذا الشيء سيئ جدا ننهي عنه بشكل مطلق طيب برما أنه حكينا عن عصر الهضم الوظيفي في كتير مشكلات صحية بيكون نصف الحل هو أسلوب الحياة يعني أنا شو باكل شو بشرب العداد الصحية اللي بتبعها بتخفف من هذا الشيء تكون هي نصف العلاج ونصف الآخر البعض بيحتاج لأدوية يعني بتكون ملاز بهذه الحالة بعصر الهضم الوظيفي كيف بيتكامل طبعا أسلوب الحياة مع الدواء ممتاز يعني حجر الأساس بالعلاج هو تغيير نمط الحياة من الحميل بالإضافة للسترس والشباب تجميل انفعالات وإلى آخره بالإضافة لبعض الأدوية اللي ممكن تكون إلى دور مساعد تغيير النمط الغدائي يعني بيحكي لك مثلا التبخين من الكحول يفترض أنه فيه كناس من المرضى بيقولول أنه صعب أطفع التدخين فيها لك برامج وفيها وعنه ترق بتخلي الواحد يقدر يستغنع التدخين تناول الكحول كما ممكن أنه نتجنبوا بعض الأدوية اللي ممكن تكون إلى تأثير سيء نستبدلها فيه ناس مثلا بياخدوا بعض الأدوية للمفاصل وهي قد تؤدي لأعراض عصر هضم بسبب دوائي كانت يجب أنه نتجنبها أحيانا شائع ببلدنا اللي نسميها المنحنية البوابية أو الحلزونية البوابية هاي لاجب أنه نتأكد أنه مو موجود وإذا موجود نعطيها كورس علاجي لا نجتفى لأنه يعني متهمي بإجراء بإحداث أورام غير حميدي بالانضوب الهضمي إذا كانت موجودة يجب أن نعالجها طبعا تخفيف الشدة والقلق ما في عنا بالنسبة لأسر الهضم شخصي معين يعني هلأ في عنا بعض المرضى يكون لهم كاركتر معين لهم بعض المرضى مثلا الكائبين بيدخلوا بيتشنج الكولون وما شابه بالنسبة لأسر الهضمي ووظيفي ما في كاركتر معين ولكن أغلب المرضى بيكونوا نمطهم خلق يعني نارفز يعني عصب يخلق بيحربس كتير بيفكر كتير بنا نحاول أن نتجعنا بكلهم بمثله البسيطة اللي يأكله 15-13 يعني خفف الشدة والقلق وبعدين نجي عاد لبعض الأدوية اللي هي إلى تأثير مساعد وداعم إذا بتحبه يعني منذكر بعضها مثلا ممكن أنه نستعمل بعض الأدوية اللي بتسرع أفراغ المعدي كالدواء اللي منسميه الميتوكيوبراميد اللي هو دواء مستعمله بطيلة لأطياء فهذا بيفراغ المعدي مثل الدوم بيريدون وأنا عم بذكر أسماء المين يكون في شيء تجاري الدوم بيريدون كمان بيسرع أفراغ المعدي كمان بيروح حس الامتلاء اللي موجود بيروح الجشاءات بيروح الخرق وعدم الارتياح البطني أحيانا نحتاج لنعطي بعض الأدوية اللي هي حالي للقلق إلا فعل مهدأ وهي في عند بعض الشخصيات كمان أحيانا إذا متل ما قلنا إذا لقينا فيه شك بوجود المنحنه البوابي منعطي كورس علاجي مع مخبطات أتشتو أو أحيانا نعطي مخبطات المدخل هي الأدوية اللي باقي للمعدي إذا كان في عندنا أعراض لأنه أحيانا بتقلد الأعراض بسرعنا حرقة وحمودة وبتقلد الأعراض العسر الهضن القرحي بشكل كبير يعني بسرعنا ألم صباحي وفارك ومع حس حمودة وبيرتاح على الأكل بيرتاح على الأدوية فينا نعطي كورس علاجي مضبوط وليس دواء لا على التعين خد أو فل نعطيه الدواء مضبوط ومراقب من الطبيب ونسحبه بشكل منيح إنشان نظلنا محافظين على صحة كويسة ونتائج جيدة بالعلاج من غير ما أنه ناخد سيئة أو تأتراف جانبي للدواء أكيد هي أهم شيء استشارة الطبيب لكيفية العلاج الصحيحة خلص وقتنا معك دكتور وأكيدنا نتشكرك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي حكينا عننا شكراً كثير إلك نور شكراً شكراً سلماء تتفرك دوماً شكراً إلك دكتور لكل المعلومات القيمة دائماً بتمتميها شكراً إلك ورمضان كريم نعادى عليك يا رب رمضان كريم عليكم شكراً شكراً إلك أما الآن وصار الوقت لا ننتهي لغرفة الأخبار للأطيلة على آخر المستجدات على الصحة السياسية